السلام عليكم هذه نسخة الويندوز هنا هي مثبتة عن فلاشة يعني الكمبيوتر أقلع من فلاشة الـ ESB وليس القرص الصلب نسخة الويندوز هذه مخصصة خصيصا للتثبيت على الفلاشة والإقلاع منها دون الإقلاع على القرص الصلب فأنت لا تحتاج إلى قرص صلب للكمبيوتر قصد الإقلاع منها فأنت تقوم بتثبيتها على فلاشة الـ ESB عن طريق برنامج فلطوي سنقوم بتحميله ونقوم بتحميل هذه النسخة أيضا نسخة الويندوز هذه ونقوم بتثبيتها على فلاشة الـ ESB ونقوم بالإقلاع منها وكذلك هذه النسخة لديها إعداد تطبيقات وبرامج مثبتة على هذه النسخة وتأتي معها مجانا يعني ونسألي حاجة إلى دفع أو غير ذلك أول خطوة سنقوم بها وهي سنقوم بتحميل هذه النسخة الويندوز هنا عبر هذا الموقع سأطوركم رابط الموقع في صندوق الوصف هذه هي نسخة الويندوز وسنقوم بتحميلها فنأتي هنا عند دون نود نقوم بالأسفل هذه هنا نسخة الويندوز عند الضغط عليها نراحل هنا أنا قمت بتحميلها سابقا فالنسخة بها الأقل الأكثر 3 جيجا نقوم بتحميلها ثم نذهب كذلك إلى برنامج فونطوي الذي سنقوم بحرق نسخة الويندوز هذه على الفلاشة لغرض تثبيتها على الفلاشة سنقوم بتحميلها تحميل هذه نسخة الفونطوي وسنقوم بفك الضغط على نسخة الويندوز إصرار هير يعني فك الضغط هنا لاحظوا هنا هذا هو برنامج الوطوي تقوم بالضغط هنا على هذه هنا وتظهر لك هذه النافذة هنا نافذة برنامج الوطوي لاحظوا هنا يجب أن تدخل أن تقوم بإضحاء فلاشة الاسبي إلى الكمبيوتر ويجب أن تكون على الأقل الأقل أكثر من ثمانية جيجا يجب أن تكون فلاشة الاسبي أكثر من ثمانية جيجا على الأقل ثم تقوم بالضغط هنا على انستال ثم نعم ثم وي ثم تقوم بالضغط على التأكيد ثم يقوم برنامج الوطوي بفرمات لفلاشة الاسبي قصد وضع برنامج الهيرن بوت او برنامج نسخة الويندوز على هذه الفلاشة قد اتممنا هنا الفرمات وتهيئة الفلاشة ثم نأتي هنا عند نسخة الويندوز او نسخة الهيرن بوت التي قمنا بتحميلها ثم نقوم بنسخها ووضعها على فلاشة الاس بي ثم هنا نضغط على وننتظر حتى يتم نقل نسخة الهيرن بوت او نسخة الويندوز هذه الوهمية على فلاشة الاس بي فيجب اخواني ان تكون فلاشة الاس بي على الاقل تمانية جيجا نقوم هنا بتسريع الفيديو لكي لا نطيلها عليكم وبعدها اخواني عندما ننتهي من نقل نسخة الويندوز على الفلاشة فيجب علينا ان نقوم بالبوت عند اقلاع الكمبيوتر لعيد تشغيل الكمبيوتر وثم نعيد الاقلاع لاحظوا هنا قنتهينا من نقل نسخة الويندوز على الفلاشة نقوم باعادة تشغيل الكمبيوتر واعادة اشعاله من جديد وعند اشعال في اللحظة الاولى يجب الضغط على F12 او F9 على حسب الكمبيوتر الذي لديك اذا ضغط على F12 ولم يحجلك شيء فاعيد تشغيله وضغط على F9 على حسب مركات للكمبيوتر ثم نقوم بالدقون هنا اور بوت على فلاشة الESB لاحظوا هنا تجد هنا ESB يعني مثلا انت قد تجد اسم الفلاشة التي لديك فانا هنا تضغط على هنا هذه الاقلاع من الفلاشة هنا تقوم بالضغط هنا وبمجرد الضغط هنا لاحظوا هنا قد ظهر لنا البوت من الفلاشة هذه هي نسخة الويندوز التي قدنا بنقلها على الفلاشة يعني الكمبيوتر هنا يقلع من الفلاشة ثم نذهب الى لوحة المفاتيح ونقوم بالضغط على آتر هنا لاحظوا هنا ضغط لنا هذه النافذة يعني البوت نرمال موضي يعني يقلع على الشكل العادي نقوم بالضغط على ها هنا ولاحظوا هنا الكمبيوتر يقوم بتحميل ملفات الويندوز من الفلاشة الESB وليس القرص الصلب يعني القرص الصلب هنا ليس مستعمل يعني الويندوز هنا الكمبيوتر يعمل على الفلاشة لتحميل ملفات الإقلاع لاحظوا هنا نتظر ممكن ثلاثين ثانية على الأقل فهذه هنا الويندوز او الهيرنبوت المثبتة على الفلاشة الESB يعني الفلاشة الESB هي كقرص للتخزين او كقرص صلب عفوا فهذه النسخة هنا لديها عدة مميزات كما قلنا سابقا مثلا الويندوز لم يقلع على النسخة القديمة ومثبتة على القرص صلب فتأتي هنا تقوم بالدخول على هذه النسخة من الفلاشة وتأتي هنا لاحظ هنا القرص فهو هنا النسخة الويندوز قديمة او المثلفة التي لا تقلع لديك فتأتي هنا القرص وتذهب الى ملفاتك تذكر اين وضعتهم مثلا في الضوكيمو او في اي مكان اخر وتقوم باسترجاعها بطريقة بسيطة جدا دون الحاجة الى فورمات لجهازك الكمبيوتر او حتف بياناتك فهذه الطريقة هنا تقوم باستعادة ملفاتك بطريقة بسيطة جدا 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 يجب ان تتذكر اين وضعت ملفاتك وكما قلنا هذه النسخة ايضا نسخة الويندوز هذه او الهيرن بوت فهي لها طريقة اخرى ايضا في تخطي الباسورد مثلا قد وضعتها الباسورد على جهازك الكمبيوتر وقد نسيته فتأتي بهذه الطريقة تقوم بتحميل النسخة الهيرن بوت وتضعها الفلاشة وتقوم بالبوت من الفلاشة وتقوم بتخطي كلمة سيل والباسورد عن طريق هذه النسخة او هذه برنامج الهيرن بوت وسأتكونكم رابط تخطي الباسورد الكمبيوتر على صندوق الوصف فلاحظ هنا انا عايز ان ارد ان اقل ملفاتي التي استحقها فاقوم بالضغط هنا على copy هذه الملفات التي اريد استرجاعها ثم اذهب على الفلاشة بمجرد الفلاشة التي بها الويندوز الوهمي او الهيرن بوت لاحظ هنا الفلطوي فتقوم بالضغط عليها الدخول عليها وتقوم بنسق يعني ملفاتك قد ترجعتهم وتريد نسقهم على الفلاشة مباشرة التي بها الويندوز المقلع عليها الكمبيوتر وكما ان هذه نسخة الويندوز او نسخة الهيرن بوت فبها عدة برامج مثلا هنا داتا روكوفري لاسترجاع بياناتك من القرصة وكذلك وكذلك لتشخيص ملفات النظام الويندوز تاليفة وكذلك ايضا هنا مجموعة من البرامج وتطبيقات تستطيع اتصال بالاتنة عن طريقة جوجل كروم يعني الدخول تتصفى على الاتنة بشكل عادي جدا بمجرد ادخال كلي ويفي او رقم السري للوي فاي تستطيع اتصال بالاتنة مباشرة على هذه النسخة فهذه النسخة جد 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 رائعة فانصح بوضعها على فلاشة اس بي وتبقى كاحتيات لربما استقبلا يتلف لك الكمبيوتر ولا يريد الاقلاع فتقوم بإدخال هذه النسخة هنا وتقوم بإصلاح ملفات الويندوز التي تريد الاقلاع عليها او الكمبيوتر وبهذا اخونا وصلنا الى نهاية الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة